نحن نتعرض بها المواقف كثيرة صعبة دايماً أفريقيا بيبقى لها مواقف كثيرة من القارة الأفريقية يعني بيبقى لها مواقف كثيرة في المباريات بس أكتر حاجة أنا فتكر إن إحنا كنا بنلعب مرة أسك أبيتجان فقبل نهائي كاس أفريقي دوري أفطال أفريقي فالماتش الأولاني كنا كاسبين في القاهرة 2-0 والماتش الثاني كان في أبيتجان أبيتجان اللي يعرف يعني أو اللي سفر عرف إن هي مرتفعة عن سطح الأرض والهوى فيها ما بيوصلش لحد يعني بدبقى ماتشات صعبة جداً يعني عاملة زي كينيا وأثيوبيا والحاجات دي فأول ربع ساعة أنا كنت بلعب الماتش دا الحقيقة أول ربع ساعة كسبنا كنا كاسبانين 1-0 وجبنا جون وعملت أنا جون لفلافيو جاب جون بعد ربع ساعة الأولانية ولا واحد في الملعب قادر يمشي ولا واحد في الملعب قادر يمشي وكان في رمضاء ساعة ثلاثة الضهر وكمان النفس مش عارف تتنفس ولا عارف تعمل حاجة فكان ماتش من الماتشات الصعبة جداً غير بقى الحاجات اللي انت بتقابلها سحر ويتبحوا لك الفرخة وانت داخل ويرشو لك المية في القوض والحاجات اللي بتتعمل دي الحقيقة كنا بتشوف من الأمور دي كتير جداً لكن موقف لعبت الأهلي في الماتش الأخير مباراة الهلال يعني أنا واحد من الناس ما قابلتش موقف زي دا قبل كده الحقيقة شخصية النادي الأهلي شخصية النادي الأهلي لازم تبقى موجودة في كل المواقف سواء سهلة أو صعبة بمعنى ان انت عارف ان انت بتلعب باسم النادي أكبر نادي في أفريقيا أكبر نادي في الوطن العربي وبالتالي الكل بينظر لك نظرة مختلفة بتبقى لازم دايما تستعمل شخصية الأهلي أو تتعامل مع الناس بشخصية النادي الأهلي لازم يبقى عندك الثبات الانفعالي القدرة على الصبر في بعض المواقف وده اللي احنا شفناه الحقيقة في مباراة الهلال السوداني يعني أنا كنت سعيد جدا لما السفير حسام عيسى السفير المصري في السودان لما الحقيقة بشكره على الدور اللي قام بيه كسفارة مصرية ودبلوماسية مصرية في هذه الأزمة قال لي ان لعبت النادي الأهلي كان لهم دور مهم جدا لأنهم لعبة محترفة أخلاقيا وفنيا فده يسعدني الحقيقة كمشجع أهلاوي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر